تعرفنا سابقا على الخوارزميات وعلى بيئة الاسكراتش وعلى كيفية استخدام الخلفيات وعلى كيفية التعامل مع فئات اللابينات المختلفة وسنتعرف في درس اليوم على كيفية تصميم البرامج لذا لا تذهبوا بعيدا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد الدرس الأول بعنوان كيفية تصميم البرنامج لابد أنك تعرف الفرق ما بين المكونات المادية والمكونات البرمجية لأجهزة الحاسب فالبرامج هي التي تتحكم في طريقة عمل الأجهزة الإلكترونية ولكن ما تعرف البرنامج؟ برنامج الحاسب هو عبارة عن مجموعة من التعليمات المكتوبة بإحدى لغات البرمجة والتي يقوم الحاسب بتنفيذها من أجل تحقيق هدف معين حيث يمكن لأي شخص إنشاء برنامج من أجل تصميم رسومات أو لعبة إلكترونية ويطلق مسمام برمج على منشئ البرنامج علما أن لغة البرمجة هي لغة كأي لغة عادية إلا أن فيها قائمة لكلمات محدودة وكواعد دقيقة تساعد في كتابة البرنامج من خلالها وتستخدم لغة البرمجة بحسب البرنامج الذي تود إنشاءه وكما تعلم فلغة سكراتش هي عبارة عن لغة سهلة يمكن للمبتدين في البرمجة تعلم هذه اللغة بسهولة واستخدامها لبناء لعبة أو صناعة أفلام الكارتون أو قصص تفاعلية مع الآخرين لذا سنتعلم على كيفية إنشاء البرامج باستخدام لغة السكراتش اتباع التعليمات عند تشغيل البرنامج يقوم الحاسب بقراءة قائمة الأوامر أو التعليمات ثم يقوم بتنفيذها ولتنفيذ البرنامج بشكل صحيح لا بد أن تكون التعليمات واضحة ومحددة المخطط الإنسيابي المخطط الإنسيابي هو عبارة عن تمثيل رسومي للخطوات الخوارزمية حيث يعرض الخطوات التي تحتاج إلى اتباعها بالترتيب الصحيح وذلك قبل القيام بكتابة البرنامج فعليا ولوصف الخطوات الخوارزمية بطريقة أقرب إلى فهم منطق الحاسب يمكنك تمثيل الخطوات الخوارزمية برسم أربعة أنواع مختلفة من الأشكال الهندسية ومن ثم يتم ربط هذه الأشكال الهندسية معا باستخدام الأسهم من أجل ظهار ترتيبها خطوات إنشاء البرنامج هناك أربع خطوات يجب اتباعي من أجل إنشاء البرنامج وهي تحليل المشكلة وإنشاء الخطوات الخوارزمية ورسم المخطط الإنسيابي وكتابة المقطع البرمجي باستخدام أي لغة من لغات البرمجة أولا تحليل المشكلة قبل أن تبدأ بكتابة البرنامج عليك أن تفهم المشكلة التي تريد حلها فعلى سبيل المثال لتفترض أنك تريد من كائن القطة أن تقوم برسم قمر في سماء المدينة ليلا لذا عليك أولا أن تقوم بتحديد الخطوات اللازمة لحل هذه المشكلة وعليك أن تجعل كائن القطة تقول شيئا ما في بداية المشروع بعد ذلك عليك أن تحدد أين سترسم القمر وفي النهاية ستحتاج إلى توضيح كيفية رسم هذا القمر ثانيا إنشاء الخوارزمية إذا قمت بكتابة الخطوات الخوارزمية اللازمة لحل مشكلة بكلمات بسيطة فإنك في هذه الحالة ستحصل على خوارزمية وذلك من خلال ترقيم هذه الخطوات خطوة بخطوة ثالثا رسم المخطط الإنسيابي يستخدم المخطط الإنسيابي التالي لجعل كائن القطة ترسم القمر وذلك من خلال استخدام هذه الأشكال الهندسية والمتسلسلة من البداية إلى النهاية ويتم ربط هذه الأشكال الهندسية باستخدام هذه الأسهم رابعا كتابة البرنامج إذا قمت بتحويل المخطط الإنسيابي إلى خطوات باستخدام المقاطع البرمجية فإنه في هذه الحالة ستحصل على البرنامج الأول إذن أولا سنقوم بتغيير هذه الخلفية البيضاء إلى خلفية المدينة ويتم ذلك من خلال النقر على أداة اختيار الخلفية بعد ذلك نقوم بالبحث عن هذه الصورة مثلا على سبيل المثال هذه الصورة ومن ثم نقوم بسحب هذه القطة ووضعها في هذا المكان على سبيل المثال بعد ذلك نقوم بكتابة البرنامج إذن سنذهب إلى فئة الأحداث من أجل سحب لبنة عند النقر على العالم الأخضر ومن ثم سنذهب إلى فئة الهيئة من أجل سحب لبنة قول السلام عليكم لمدة ثانيتين ومن ثم نقوم بتغيير العبارة النصية لترسم قمرا في السماء ثم نذهب إلى فئة الحركة من أجل سحب لبنة تحرك عشرة خطوات ونضعها هنا في هذا المكان وبإمكانك أن تقوم بزيادة هذه القيمة من خلال تحديد هذه القيمة ومن ثم نقوم بتغييرها مثلا إلى 100 ثم نقوم بسحب لبنة استدر إلى اليسار بمقدار 15 درجة ومن ثم نغيرها إلى 90 ومن ثم نقوم بسحب لبنة تحرك إلى الأمام ونغير هذه القيمة إلى 130 على سبيل المثال بعد ذلك نذهب إلى فئة القلم من أجل استخدام اللبنات الخاصة بعملية الرسم ويتم ذلك من خلال النقر على أدات إدراج الإضافات ونلاحظ أنها ظهرت لدينا العديد من الخيارات التي يمكنك الاستفادة منها فننقر منها على سبيل المثال على أدات القلم وذلك من أجل الرسم بواسطة الكائنات وعند النقر على هذه الأدات سنلاحظ أنه تم إضافة هذه الفئة هنا في هذا المكان بعد ذلك نقوم بسحب لبنة إجعى اللون القلم مساويا لهذا اللون ونقوم بتغييره مثلا إلى اللون الأبيض ويتم ذلك من خلال تحديد هذه القيم بهذا الشكل أو بإمكانك أن تنقر على أدات انتقاء اللون من أجل تحديد اللون الذي تريده مثلا بنفس درجة هذا اللون على سبيل المثال ومن ثم نقوم بسحب لبنة أنزل القلم من أجل البدء بعملية الرسم ومن ثم نقوم بسحب لبنة إجعى الحجم القلم مساويا لهذه القيمة فبدلا من واحد نقوم بتغييرها إلى أربعين ويفضل دائما عند استخدام لبنات القلم أن تستخدم لبنة مسح الكل وتضع هنا بعد لبنة عند النقر على العالم الأخضر بهذا الشكل بعد ذلك نذب إلى فئة التحكم من أجل سحب لبنة كرر بعدد ونضع هنا في هذا المكان ونقوم بتغيير هذه القيمة إلى خمسة وأربعين مرة ومن ثم نذب إلى فئة الحركة من أجل سحب لبنة تحرك عشرة خطوات ونضعه بداخل هذا التكرار ومن ثم نغير القيمة إلى ثلاثة ومن ثم نقوم بسحب لبنة استدر بمقدار خمسة عشر درجة ونغيرها إلى عشر بهذا الشكل وعند التشغيل سنلاحظ أن هذا القط يقوم بعرض هذه الرسالة ومن ثم يقوم برسم هذا القمر بهذا الشكل ويفضل أيضا أن تقوم بسحب لبنة ارفع القلم وتضع هنا في نهاية هذه الأوامر البرمجية وذلك من أجل التوقف عن عملية الرسم فلو قمنا بالتشغيل فستلاحظ أن القط يقوم بعرض هذه الرسالة ثم يذهب إلى هذا المكان من أجل رسم هذا القمر فلو قمنا بسحب هذا القط إلى هذا المكان فسنلاحظ أنه تم رسم هذا القمر بهذا الشكل ولكم الحرية في صياغة هذه الأوامر البرمجية بالطريقة التي تناسبكم وهكذا لنطبق معا التدريب الأول حدد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي أحسنتم إجابة صحيحة التدريب الثاني صل العبارات التالية من العمود الأول بما يناسبها من العمود الثاني وذلك من أجل التعرف على خطوات إنشاء البرنامج أحسنتم إجابة صحيحة التدريب الثالث عند إعداد عرض تقديمي في صفك ما الأمور التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار ثم أنشي خوارزمية تحدد فيها الأمور التي يتعين وعليك تنفيذها من أجل إعداد العرض التدريب الرابع صل كل وصف لأشكال المخطط الإنسيابي التالي بالشكل المناسب أحسنتم إجابة صحيحة التدريب الخامس اتبع خطوات كتابة برنامج في سكراتش لرسم مثلثا كبيرا أحمر اللون بحيث يمكنه الوقوف في وسطه وإصدار بعض الأصوات أحسنتم إجابة صحيحة إذن هذه أبرز نقاط درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم وستمتعتم هذا والله أعلم وصلي الله وزلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين